ايش الفرق بين شخصية بندر كممثل وشخصية راشد في العمل اعتقد يعني انه راشد ظهر في العمل يعني شخصية كوميدية بس انه الشخصية ضعيفة يعني شوية بندر لا بالعكس يعني كوميدي اوكي يعني بس محتفظ بتوازن جميل يعني في شخصيته تلاصفات موجودة في بندر وموجودة في راشد ضعف الشخصية الكبير انفلات الامور من زمام يدينا راشد بعكس بندر يعني يجي قادر انه يسيطر عن امور ان شاء الله الشيء الثالث في النهاية متردد في اتخاذ قراراته راشد زي ما انتم شايفين يعني بعكس بندر اتصور سؤال جميل اردت فعلي لما انعرض عليه عمل زي هذا طويل وسب اوبرا وفريد من نوع على انتداد 250 حلقة طبعا هنا الواحد محتاج لمساحة للتفكير حديقة بس انا من ناحية اعتبرته تحدي يعني تحدي وبين مع الايام يعني صدق توقعاتي انا جاء ساستمتع يوم ورا يوم بالعمل حديقة لو عندي صراحية غير حاجة في شخصية راشد هو مش راح اغير بس يعني وتبقى رؤية المخرج والكتاب يعني لو لي انا رفعت يعني جرعة الكوميديا كمان اكثر صراحة هذا سؤال رائع وجميل المواقف اللي حصلت لي بالعمل ومشابهة بالواقع وتصرفت بها عكس كده حقيقة انا اقول لك والله لو اقول لك حقيقة سارة يعني في مواقف صارت كابي بيست من حياتي الواقعية انا شخصيا بس طبعا التصرف هو اساسا نصوص مكتوبة ورؤية مخرجين يعني لكن لو عن تصرفي انا راح يكون مختلف تماما يعني بس ارجع وقول انه شفت بهالعمل اشياء يعني انا اقول لك مواقف مطابقة للواقع تماما على الصعيد الشخصي في مشهد لي مع غادة اللي كنت راجع من الزواج اعتقد وكنت لابسة البشت اللي هو المشلح يعني وصار صدام وصراع كده مع غادة العجيب انه كان مشهد صعب بس احنا عملنا مش ون تيك عملنا يمكن من ثاني تيك وحمد الله يعني صار فيها تصفيق واشادة بالمشهد صراحة تأك مشهد زواج يوسف مشهد زواج يوسف كان حلو صراحة ورائع وجميل مع انه كان متعب في التصوير لانه كان خارجي وكان في ساعات متأخرة من الليل حقيقة روعة بس نهايته كانت يعني اللي هو الزواج كانت صادمة حقيقة وصراحة يعني تجربة انا ما اخذتها وما اتمنى اخوضها صراحة بس اكيد بكون قادر على التصرف يعني مدام خدت قرار ان اتزوج ثنتين فلازم يكون عندي القدرة على النزاع يعني زوجة زوجتي هو يعتمد اي زوجة تبلغ الثانية اذا الثانية الحق معه اذا الاولى لا نشوف نحاول نصلح الامور يعني التقليد التقليد ماه من هواياتي صاره ابدا يعني انا ما قلد بس فكرتيني بشغلة صارت بالعمل في واحدة من الحلقات وعرضات كان مشهد انا ادخل على ابني زيت في غرفته واعتقد طلال فيه كنت انبههم الظاهر عن انه لما تجي الفلوس في ادغاده كده فسبحان الله انا اتقمص شخصية من الشخصيات اللي معروفة يعني بالتقليد فنبهني عنها الاستاذ محمد الحجي يالله يمسيه والخير بوجهه تحية فكان منزلق يعني انه احيانا انت تقمص شخصية انت ما تدري عنها وينبهونك عنها الاخرين صارت راشد واش اضافت البندر اعتقد يعني اضافت لي مهارات بالكوميديا ومناطق في الكوميديا انا اول مرة اكتشفها حقيقة يعني اضافت لي الكثير يعني العمل ككل عمل الميراثة اعتقد انه مو انا فقط كل الشخصيات اللي موجودة بالعمل من اكبر واحد لاصغر واحد اضافت له على مدى هالسنوات والحلقات والمخرجين الرائعين والكتاب الارواح حديدة سؤال هذا خافكم فخ يعني ما اني شايف والله يعني لان انا اشوفهم بالكواليس واشوفهم قدام الكاميرا يعني مختلفين تماما يعني فما اني شايف شخصية هو هو نفسه في الواقع ولا في المسلسل لا بيختلفوا والله سؤال حلو دكي اشي الشخصية اللي ممكن بديلة عن شخصية راشد ممكن اقبل فيها او اقدر اشتغلها ما فيه يمكن ابو مصعب شانه في الواقع وفي المسلسل قريب مني يعني بس مجاملة باخذ شخصيته يعني جمهور اللي هو مكانة عظيمة في قلبي اشهد الله يعني شاكر دعمكم دائما واوعدكم ان شاء الله على ما سوى شخصية راشد والشخصيات الموجودة والمسلسل بالمفاجآت والنقلات الجميلة باذن الله بس خليكم تابعينا